السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في فيديو جديد معكم محمد البصري واحد من اكتر الاسائل اللي بتتسائل في التكنيكال انترفيو وخصوصا للفرونتين ديفلوبرز وهو اكلمني عن البرفورمانس او ايه الخطوات الممكن اعملها عشان ازود البرفورمانس بتاع اي موقع وده لان البرفورمانس بقى شيء اساسي ومهم جدا دلوقت وخصوصا للشركات اللي بتعتمد على المواقع والتطبيقات بتاعتها في تقديم خدمتك زي سوق وامازون وعلي بابا وغيرهم كتير من الشركات وده لان الشركات بتعتمد على المواقع بتاعتهم في تقديم خدمتهم للناس ومهم جدا انهم يقدموا تجربة جيدة لزوار المواقع بتاعتهم وان الناس متوجهش اي مشاكل او بطء خلال تصفحهم للمواقع لان ده لحصل معناه ان ناس كتير مش هتكمل تصفحهم للمواقع وبالتالي الشركة هتخسر فلوس المهم خلونا نرجع من تاني لسؤالنا وهو ايه الخطوات اللي ممكن اعملها عشان ازود البرفورمانس بتاع اي مواقع بص يا سيد الخطوات اللي ممكن تنفزها كتير وصول ان كل يوم بتطلع عدوات جديدة بتسهل علينا الموضوع ده بس اذا في الفيديو ده هسكر اشهر الطرق دي واكثرهم فاعلين بحيث لو انت عندك مواقع خاص بك او شغال في شركة ومسؤول عن المواقع بتاعها فتقدر تستخدم الخطوات دي وتطبقها على المواقع بتاعها ولو تسألت السؤال ده في الانترفيو فتقدر برضو تجاوب عليه بشكل مظبوط وتبقى فاهم الهدف من كل خطوة فيه ومدى التأثير بتاعها على البرفورمانس اول خطوة معانا وتعتبر اشهره وهي الامج اوبتوميزيزيشن طبعا كلنا عارفين مدى اهمية الصور خصوصا لو انت بتعرض منتجات للناس زي سوق وامازون وتلاقي صفحة فيها عدد كبير من المنتجات بالصور بتاعتك وطبعا لازم الصور دي تبقى جودتها عالية جدا وده معانا ان حجمها يبقى كبير وللأسف ده هيأثر جدا على اداء الصفحة والوقت اللي هتحتاجه عشان خاطر تحمل وهنا بقى عندك اكتر من حل اللي ممكن تنفذهم عشان تحل المشكلة دي اول حل هو الامج كومبرش وده معانا انك تضغط الصور بتاعتك ودوم بتفقد اي حاجة من جودتك واحيانا العملية دي بيخلي حجم الصور ينزل من نص او اكتر كمان وده حاجة عظيمة جدا وهتفرق جدا في اداء الموقع بتاعك والنسبة للاضطراق اللي تعمل بيها العملية دي فتقدر تروح ببساطة لمواقع جوجل وتقول له كومبرس امج وهتلاقي جابلك مواقع كتير بتقوم بالعملية دي وببلاش كمان وتقدر تستخدم اي واحد منهم مدام بيقضي الغر كده انت قللت حجم الصور بس يلسى فيه مشكلة تانية وهي انعرض الصور في الصفحة كتير وده الاسف بيأثر بالسلبة على وعشان تحل المشكلة دي هتقوم تستخدم تكنيك اسمه وانا انت اول مرة تسمع عن التكنيك ده وهو ببساطة بيعمل لود فقط لجزء الظهر من الشاشة لليوزر ومعنى ان انت لو صفحة بتاعتك فيها 60 منتج مثلا بتقوم تحمل بس الصور بتاعت المنتجات اللي ظهرها لليوزر على الشاشة اللي في الجالب بتبقى من 6 إلى 10 منتجات بدل ما تحمل 60 منتج دول بالصور بتاعتهم مرة واحدة اول ما اليوزر يفتح الصفحة والتكنيك ده هتلاقي بيستخدمه اغلب مواقع الاي كوميرس وبالنسبة لطريق تنفيذه زي ما كنا بنستخدم مكتبات جاهزة عشان نعملوا بموضوع ده لكن دلوقتي الميزة دي اضافت الهتش تيميل وبيتقدر ببساطة هتستخدم الاتروبيوت اللي اسمه لودنج بالشكل ده قلنا نشوف حاجة كمان مهمة بخصوص الصور قبل ما ننتقل حاجة وهي استخدم م الريق حمالfang ت specs اغامل بالصور�� حمال الحجم الشاش Manchester يظهر لك صور بقى أبعاد كبيرة مناسبة لحجم الشاشة ما هذا بقى قيل ومن أز Well استخدم للصور حمال الحجم السشر وظهر لك صور بقى صور بقى متميزة المتوقع المتوقع يوم مظاهرة لك صور بقى أبعاد أقل من الاتنين اللي فاتوا وبالتالي هيبقى الحجمها أقل طبعا وده تقدر تعمله بسهولة باستخدام HTML Tag اللي اسمها Picture بتحط جواه الصور المختلفة بتاعتك وحجم الشاشة بتاع كل الصورة فيهم زي شاشات الموبايل والتابلت والوائد سكرينز ومش بس كده انت كمان تقدر تحط صور للشاشات اللي الريزوليشن بتاعها عالي زي شاشات الريتنا بتاعت أبل او شاشات 4K وعلى فكرة ممكن برضو تستخدم ال Image Tag بالشكل ده وهيبقى برضو فيها نفس المميزات وده كده كان بالنسبة للصور والتحسينات اللي ممكن تتعامل عليها دلوقتي بقى مع النقطة اللي بعدها وهي Minimize the number of files بمعنى ان المشروع بتاعك وحصوصا لو كان كبير بيبقى في ملفات CSS و JavaScript كتير جدا وده معناه ان المتصفة هيحتاج يعمل Recurses كتير عشان يجيب الملفات دي كلها وبالتالي هيأثر بالسلب على الصفحة بتاعتك في وقت التحميل بتاعك وكحل المشكلة دي فاته مفروض تدمج الملفات دي مع بعض حيث تقلل عددهم على قد ما تقدر وده ممكن تعمله باستخدام أدوات زي Webpack و Rollup و Gulp الأدوات دي بتستخدمها عشان تعمل Mini File للملفات بتاعتك وتقلل حجمها وكمان بتعمل Bundle ليها زي رسمة اللي موجودة قدامنا دي بحيث تدمج ملفات CSS مع بعضها وملفات JavaScript مع بعضها كمان ويطلع لنا أقل عدد ممكن من الملفات وبالتالي أهل عدد ممكن من الريكوست وده معناه تحميل أسرع للصفحة دلوقتي بقى مع الخطوة اللي بعد كده وهي Run the performance tests on your page بمعنى انك تتيس أداء الموقع بتاعك وتشوف هالأداء كويس ولا في مشاكل ومن نشر الأدوات دي أداء اسمها Lighthouse الأداء دي ممكن توصلها من Div Tools اللي موجودة في Chrome مجرد ما هتفتح Div Tools هتلاقي فيه تاب اسمها Lighthouse أو تروح على الموقع ده Pages Beat Insights اللي بعده بيستخدم نفس الأداء الجميل في الأداء دي انها بيتيس أداء الموقع بتاعك على الموبايل والدسكتور وبتديله كمان تقريم عام والتقريم ده تقدر تعرف هو كويس ولا لا حسب التأسيمة اللي قدامك دي اللي أحمر معناه انه الأداء سيء أو فقير زي ما هم كتبين والبرتقالي معناه انه مقبول ولكن محتاج انك تحسنه واللي أقدر معناه انه الأداء جيد وكله تمام ولو عملت scroll في الصفحة وانزلت أكتر هتلاقي تفاصيل أكتر ومعلومات مفيدة جدا عن سبب التقريم ده زي الFCP واللي هو الوقت اللي الموقع بياخده عشان يظهر أو يعمل رندر لأول محتوى في الصفحة والTTI واللي هو الوقت اللي الموقع بياخده عشان يبقى fully interactive واليوزر يقدر يتفاعل معه يستخدم طبع التعرفات دي كلها تقدر تشوفها بسهولة وتعرف معنا كل واحد فيهم كمان أجري معنوات تانية زي البستي براكسيز اللي المفروض تاخد بالك منها لو صفحة فيها كود CSS أو Javascript تجير مستخدمين وحاجات من اللي اتكلمنا عليها كمان زي الماني فاي CSS والماني فاي Javascript وهتلاقي شريح لك تحتها اللي دي تعتبر best practice زي ما انت شايف كده الأداة دي بتعصر موقع بتاعك وبتعريك نقطة الضعف اللي فيه عشان تقدر تحسنها وتصلح وبالتالي الأداة بتاعه هو كمان هيتحسن وهي بأفضل دلوقتي خلانوحنا النقطة اللي بعدها وهي انك تخلي موقع بتاعك PWA والPWA هو اختصار ل Progressive Web Apps وهي تكنولوجيا جديدة قليلت الفجوة ما بين الweb sites والmobile apps وهي تقدر تضيف للموقع بتاعك مميزات خاصة بالmobile apps زي انه ممكن يتعمل له تحميل سواء على الموبايل او الدسكتوب وانك كمان تضيف offline mode لموقع بتاعك حيث لو مفيش نت فاليوزر يقدر برضو يستخدم الموقع بتاعك حتى لو هتزهير له مجرد رسالة مدل صفحة 404 اللي بيشوف وكمان تقدر تزهير notifications لليوزر تجري انك بتحطي له icon عشان خاطر لما الموقع يتعمل له تحميل وكمان تقدر تعمل كاشنج للموقع بتاعك باستخدام service workers بحيث ان المتصفح ما هتلاكش يعمل لود للassets بتاع الموقع فكل مرة يفتحوا فين وبالتالي موقع هيفتح أسرع ومميزات تانية تقدر تلاقيها في المقال اللي انا هسيبه في وصف الفيديو تحتك وبتقدر تحاول موقعك لBWA عن تجري انك بتضيف ملف اسمه manifest.json للمشروع بتاعك وتضيف لي شوية معلومات زي اسم الاب والوصف بتاعه ومعلومات تانية زي اللي ظهر قدامنا كده دلوقتي بقى مع اخر نقطة معانا وهي unnecessary renders ودي مشكلة ظهرت في الفرامورك الجديدة وخلوها نتكلم عن react كمثال من الافكار الجديدة التي نقدمها هي virtual DOM ودس عيدنا انها نعمل مواقع بأداء عالي لانك بيتدسم مواقع بتاعك لcomponents منفصلة وبيتقدر تعمل update للcomponent اللي محتاج تغيره فقط بدون متقرب من الcomponents الثاني جميل جدا فين بقى المشكلة؟ لو ترجمنا الكلمة بتاعتنا اللي هي unnecessary renders هتلاقي ان ترجمتها render مالوش داعي وهي دي المشكلة ان بيقى فيها اجزاء في الcomponent بتاعك بيحصل لها render بدون داعي وخلوها ندي مثال عشان الدنيا توضح خلوها نفتح الفيسبوك ونفتح react devtools ونفتحين الاعدادات ونفعل الاختيار ده عشان نقدر نشوف الcomponents اللي بيحصل لها render وبعد كده مرايح بالماؤس على الجزء بتاع الnotification هتلاحظوا ان الcomponent ده هو بس اللي بيتغير ويتعمل له render وده منطقل انها تفعلت معاه ومفروض يظهر لي التول تبدي والمشكلة بتحصل لو انت عملت render للهيدر كله بكل الcomponents اللي فيه ساعتها هيبقى unnecessary render لان الجزء اللي انت تفعلت معاه فقط هو الجزء اللي على اليمين بتاع الnotifications وعشان كده مفروض يكون هو الجزء الوحيد اللي يتعمل له render وطبعا مع المواقع الكبيرة واللي فيها data كتير مشكلة زي دي بتأثر جدا على الاداء بتاع المواقع وبكده كنا اتكلمنا عن خمس نقط مختلفة تقدر تزود بهم الperformance بتاع اي موقع بشكل كبير وهيساعدوك انك تجاوب على سؤال performance في الانترفيو بسيقة اكبر وزي ما قلنا في اول الفيديو اني دول مش كل النقط ولكن دي كايتلامحة سريعة بصنا فيها كده على الperformance واهميته وقلقنا تضع على بعض الخطوات لتحسينه طبعا انصحك انك ترى اكتر عن الموضوع ده وهتلاقي مقالات كتير على جوجل وفيديوهات كتير كمان على اليوتيوب واخيرا لو عجبك الفيديو والمحتوي اللي انا بقدمه متنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة متفعل الجرس عشان يوصلك اشعار بالفيديوهات الجديدة ولو شايف الفيديو مفيد متنساش تشاركه مع اصحابك عشان تعمل فايدة وما يمنعش برض لو وصلت لي تعليق حلو تحت الفيديو لان ده شي بيبسطني جده سلام